كثرة القضايا الموجودة من يتحملها؟ دون أدنى الشك هي أسباب كثيرة أساساً وأسباب متراكمة وأساساً لو نفتح هذا البارد الخارجية تكلمها الخارجية أكيد أكيد الأسباب كثيرة والأسباب معروفة أساساً للمرسين في المنظومة الرياضية أكيد أن أسباب معظمها بعض الأندية الرياضية عدم احترام العقود عدم سداد الوفاء سداد الرواتب بمعادها والتأخر بتسديد الرواتب كذلك فسخ العقود بلا سبب مشروع أشياء كثيرة التعاقد مع اللعبين جدد يعني هناك أشياء كثيرة حدم تطبيق الحوكمة مع أننا الآن في زمن زمن حوكمة مطبقة على جميع الأندية والاستراتيجية الآن على جميع الأندية تتفاجأ بأن تشوف الحوكمة على الورق ولكن أثناء الموسم فسخ عقود لبعض اللعبين فسخ عقود لبعض الطاقم الفني طيب نطلق فني تتكلم شكل كبير تتكلم مدرب تتكلم مدرب جميع مع عشر واحد عشر واحد محلل محلل فني محلل تقني مدرب حراس مدرب لياقة و إلى آخره تتكلم عن طاقم كبير فبعض الأندية تستمع لأراء الجماهير ثم تقع في المحظولة القانونية في أسباب كثيرة أنا منطلق لأحلى تشوف أنت بعض المشاكل الله يسر جاسد خوفنا زرب هعہ تشوف تشوف